سؤالنا التاني بيسألوا بيبو محمد مساء الخير كنت بسأل على بنتي عندها سنتين ونص عنيدة تمام بيقول أمثلة يعني في السؤال مثال خروج من الشقة تقعد على السلم وما ترضاش تدخل للشقة كمان وهي خارجة من الحضانة بتقف كتير على باب الحضانة ومش عايزة تمشي مش عايزة تمشي بركبها بالعافية وتسرخ وتعيت وكمان وهي طالع البيت ما بتبعش عاوزة تطلع وتقعد تعيت أرجو الرد للأهمية تمام قلنا قبل كده عملنا حلقات عن الحضانة وقلنا إن في الحضانة التزام الأطفال في وجودهم في فترات وجودهم في الحضانة بنسميها إحنا أو أنا سميتها فترات الأدب الإجباري هم مجبرين يكونوا مؤدبين خلاص ليه؟ ليه؟ فاكرين؟ أشعر أفكركم قلنا في الحلقات إيه؟ قلنا إن الأدب الإجباري ده الطفل بيتصرف بأريحية أو بحرية في بيته ليه؟ خلاص هو زي ما بيقول المثل كده الجميل الشعبي عاجن وخابز بابا وماما دول هو عارف إنه لما بغلط في الحدود دي بيكون رد في علوم كده لما بغلط أكبر شوية رد في علوم بيكبر شوية لو غلطة بسيطة بيفوتوها يعني عنده كتالوج بتاع الأب والأم لكن بالنسبة للحضانة لا هو لسه مش فاهم الناس دي حتى لو قعد باله فترة لا ما يعرفهمش مش عايش معاهم فاهمين قصدي؟ هو مش عارف هو لو مثلا مش عاجبه حاجة ورح رميها ممكن يعملوا معا إيه؟ فاهمين قصدي؟ فبيكون ملتزم خاصة لما بيشوف إنه هو طفل أو فرد في وسط مجموعة فعشان كده هو بيكون يعني إيه؟ ملتزم بالأدب ما تلاقوش أبدا نادرا يعني لما يبقى بابي عدوا قعدوا بقى مثلا سنتين ولا حاجة في الحضان طبوس لا يتسألوا في الحضانة تقول لهم إيه؟ هو عامل إيه يا جماعة؟ يعني ابني عامل إيه؟ أو بنتي عامل إيه معا؟ قولك ده جميع انت زي الملائكة؟ فانت كأم بات صغربي زي الملائكة إيه؟ ده مبارح كدت بتزعق في وشي ولطشتني كده على وشي كدت بتتكلم يعني فقدها جده جده في وشي أو بتقول لي لأ راح تشبه ده رب هو الودة عنده شخصيتين ولا البنت عندها شخصيتين الموضوع مش كده خاطئ الموضوع إنه هو أو هي الأطفال يعني ملتزمين بالأدب طيب بترفض بقى ترجع البيت ليه؟ علشان هم عايزين يتجنبوا إعادة التزام ده بسرعة ما هو أنتوا برضو في البيت مش سايبين لهم الحبلة على الغارب يعني فهم عايزين كده فترة انتقالية يعني لو يا ربي هو أنا في الحضانة مؤدب والمفروض ده بقى في البيت مؤدب أنا عايز حتة كده في النص بس أطلع فيها بقى شوية كده حاجات خارجة عن الأدب شوية خارجة عن السلوكيات أجرب أعمل خطأ جديد الأطفال بيفكروا كده فهمين قصدي فهم ده اللي بيفسر إنه هم لما كتير قوي على فكرة اللي بيخرجوا من الحضانة يبقوا مش عايزين روحوا على طول فإحنا نقعد أو وقفين على باب الحضانة مش عايزين روحوا فإحنا نقعد نقول إيه يا حبايبي قد كده هم بيحبوا الحضانة هم بيحبوش الحضانة قوي كده لكن هم مش حبين إنه هو تاني يرجعوا تاني في البيت لفترة التزام جديدة فهمته قصدي من عمر بقى سنتين كمان هو في السؤال البنت عندها سنتين ونص من عمر سنتين يعني سنتين فأكتر العند بيكون واضح جدا بس أني عند بقى ما هو العنده أربع أنواع وقلناهم قبل كده يلا نقولهم تاني أنواع العند إيه أول حاجة أو أول نوع في أنواع العند اسمه عناد عدم الفهم يعني إيه عناد عدم الفهم يعني أنا بضرب أمثلة شهيرة عشان تفهمه قصدي بس كل واحد بقى ياخد المقياس ده في بتاع المسأل ويطبقه على بنته أو ابو كل حد من الأمات والأباء الساعة 12 ونص ولا واحدة بالليل مفروض يعني الطفل ما يبقاش صحي والدنيا تلج ويروح مشايلك وكده مسكه من قدك وعايز يخرج يا ابني تخرج تروح فيه يلا نخرج تحت يلا مثلا إذا كنتوا مثلا جايبين له عجلة بيسقها كده وبتزقوه بيها إذا كنتوا جايبين له كورة وخدتوا مرة حديقة أو كده تلعبوا معها فتلعبوا مسك الكورة ويشاور لكم على الباب أو يكلمكم ويقول لكم إيه الكورة مثلا يا ابني كورة إيه أنت مش عارف الساعة كام هو لسه مش عارف ما قد عشان كده اسمه عيناد عدم الفهم ويبتدي يعيط ويبتع هو عايز الطلب اللي هو طلبه ليه 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 هو بيطلبه لأنه في عقله عارف أن اللي بيطلبه ده نفع قبل كده بس هو مش منتبه أنه لما تعمل قبل كده كتساعة واحدة الظهر أو الساعة 12 الظهر أو الساعة 3 العصر فهو مش مميز بقى لسه لسه صغير عشان كده بقول لكم اسمه عيناد عدم الفهم فالتعامل مع علنات ده إيه إن إحنا نشرح له نمسكه كده مثلا عشان هلسه هو صغيرين نشيله كده ونروح مثلا شايلين السطارة ولا بتاعه ونقول له بص بص الدنيا ظلمة إزاي برة بص مفيش حد خالص في الشارع إزاي نقول نشرح له وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المئة من الأطفال لما بناخد معاهم النوع ده من التصرفات بنتصرف بالهدوء ده وبنفهمهم كده بيستجيبوا خالص خالص وخاصة بقى كمان لو إحنا شطار وإيه قلنا له طب ما تيجي بقى نعمل هنا حاجة نعرف نعملها في البيت أو هنعمل الموضوع ده بس بكرة أو كذا وهكذا فهمتوا قصدي؟ خلاص؟ ده كان أول نوع من أنواع العناد اسمه عناد عدم الفهم أرجوكوا ما توجهوش هذا النوع من العناد بأنه يا ابني مش عارف إيه وزي هي أو يا بنتي مش عارف إيه وزي هي من الأب وزي هي من الأم هم مش فهمين عايز يروح لجدته هو عارف إن ده نفع قبل كده أنتوا ليه بتقولوا كده لأ يا ابني تيتا نايمة أو تيتا مسافرة أو تيتا مش موجودة دلوقتي أو بتا فهمتوا قصدي؟ اسمه عناد عدم الفهم